سيلين تيون تصم الجميع في أحدث ظهور لها مقادة في حفل زفاف ابنها ظهرت سيلين تيون جالسة على كرسي متحرك غير قادرة على تحريك قدميها ويديها بينما يدفعها أربع شبان ببذلاتهم الأنيقة حلبة رقص في أحد حفلات الزفاف وأرفعه بتعليق المغنية سيلين تيون تحضر لزواج ابنها بعد إصابتها بمرض نادر يسمى متلازمة الشخص المتيبس التي تصيب شخصا من كل مليون شخص وبعد انتشار الفيديو كالنار في الهشيم وتصدق اسم سيلين تيون موقع التغليدات في تويتر وأكد الكثيرون أنها المتواجدة في الفيديو ليست سيلين بل سيدة أخرى تعاني من متلازمة التصنب جنانب الضموري يحاول شبان مساعدتها على رقص مع ابنها العريس وعلق أحدهم نافيا جهلة وكسبة وتدليس ذلك بأنها ليست سيلين تيون على صعيد آخر كشفت تيون أنها تستعد لطرح أغمية جديدة اليوم الخميس بتمام الساعة الثامنة حيث شاركت مقطع فيديو لها جالسة على الأرض بينما تخرج بقاع حينما ترفع يديها حاليا وكتبت آخر أغمية جديدة غدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر